من الحرب المستعرة في غزة لا يكف قادة الحرب في إسرائيل عن قرع طبولها مع لبنان مهددين بحرب أشمل وأوسع تتجاوز الحدود تقتل وتدمر كما فعلت في القطاع المتلوم طيلة التسعة أشهر الماضية ورغم تدخلات الدول والأطراف الإقليمية وصعوبة المعركة في الشمال يصر جنرالات الاحتلال على الإعلان عن خطة عسكرية وتنفيذ زيارات ميدانية ومناورات وتدريبات اعتبرتها حكومة بيروت مجرد حرب نفسية يمكن الرد عليها على الأرض إذا خرجت من إطار التهديد مركز دراسات الأمن الإسرائيلي أعلن عما وصفه بتوصيات خطة حرب الشمال تتضمن تقصير مدة الحرب كمبدأ أساسي واستخدام القوة القصوى في أقل وقت ممكن وعلى حين غر في بداية الحرب مع حزب الله مع وقف القتال في غزة حتى لا يضطر الجيش للقتال على جبهتين وأن يكون التخطيط لعملية عسكرية مكتملة وليس مرحلة واحدة بما يناقد تلك الخطط المعلنة للعلان ومن الحدود الشمالية مع لبنان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يو آف جالانت الاقتراب من اتخاذ قرارات من شأنها التوصل إلى تسوية تعيد سكان الشمال الإسرائيلي والنازحين لمنازلهم أو يتم تفعيل القوة معلنا قدرة الجيش الإسرائيلي الهجومية والدفاعية وقدرته على تنفيذ المهمة اتصالا بما سبق نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير تشير إلى اعتبار جالانت الحرب ضد حزب الله قرارا غير حكيم على الإطلاق ورصدت تقديرات الجيش الإسرائيلي بشأن ما وصفه بالقصف العنيف من قبل حزب الله على مستوطنات الشمال كرد فعل على الهجمات القوية التي شنها سلاح الجو على مناطق لبنانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر